بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة العلي الكبير الكبير في عظمته عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول والشكر الحمد والشكر لمن لا ينازعه في كبريائه أحد والذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته فهو الكبير الله كبير أكبر من كل الموجودات وأعلى وأعظم وأعز من كل شيء وهو أكبر وأكبر من أن يقاص به شيء اعلموا أيها الأحباب جيدا اعلموا جيدا أنه جاء في الحديث لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر يا عجبا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكبر لا يكبر علينا شيء فما عليه إلا أن يقول يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته فهذا فهذا يؤدي الله دينه هو يتسع رزقه ما دام ما دام يتلوه ويكرره يوميا وليس أن تقول مرة مرة في شهر أو في أسبوع تقول لم تستجب ماي ومن داوم عن ذكره وهو معزول عن منصبه ووظيفته الذي عزل من وظيفته أو طرد من منصبه وداوم على هذا البيت كل يوم ألف مرة ألف مرة كل يوم يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته ألف مرة سهلا في اليوم يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته من داوم عليها وهو صائم ألف مرة فإنه لا محل يرجع ويرد إلى وظيفته وإلى منصبه وذلك بإذن الله الكبير العلي فتداووا يا سادة تداوى من الذنوب لأنه بدكر الأسماء بدكر أسماء الله الحسنة تتداوى القلوب بهذه الأسماء تتداوى القلوب أحباب الله الحسنة أعزائي الفضلاء أيها الطلاب الطالبات الحاصل من هذا كله إن أتر الأسرار مقيد بأسرار الشريعة أتر الأسرار الروحانية مقيد بأسرار الشريعة فمن أراد نجح مقصده فليقدم الشرعيات ثم يتبعها بما هو من نوعها أفلا تعلمون أفلا تعلمون أيها الأحباب أن الذكرى والدعاء وغيرهما لا يبدل قدرا ولا يغير قداء وإنما هو عبودية فهو عبودية عبادة أنت تذكر الله تدعوه فأنت تعبده أدعوني بما نعبدوني وبالجملة فهو يقيد عين المقصد واللطف في القداء وسهولة الأمر على النفس يسهل الأمر على النفس على الشخص حتى تبرد حرقة الاحتياج التي هي المقصود في الطلب أيها السالك أيها الطالب أيها العزيز توجه إلى الله عز وجل مفوضاً مستسلماً حسن الظن به فيما تطلب وأتبع ذلك بالرضا والتسليم وربك الفتاح العليم والحمد لله المنعم الوهاب أما الآن أيها الإخوان الكرام أخوكم أبو حور صاحب قناتي الرائدة في الروحانيات جاءكم بفائدة جليلة صحيحة كيف لا وهي المنسوبة لصورة الفاتحة وما أدراكم ما الفاتحة لو لا الفاتحة هذه الفاتحة لا تقبل الصلاة ولا يقبل ذكر فهذا المنذل النفسي لصورة الفاتحة الشريفة وأمام أعينكم والخاتم هو مسطر بين أيديكم باسم الله الرحمن الرحيم وفي الأركان السيد أبو القاسم أحمد محمد وبداخل هذا الإطار الصحابة الكرام أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن هذا السادات وبداخله هذا المتلة الغزالي ها مفتاحه واحد اثنان انظروا إلى رقم اثنان ثلاثة كيف تكتب أربعة الخمسة وليست نقطة الخمسة ستة سبعة تمانية تكتب هذا المنذل النفسي المنسوب لصورة الفاتحة الشريفة اكتبه في سحن أبيض جديد لقي وضع فيه طيب زيت طيب ضع فيه زيت زيت زيتون يكون بدون ملحه زيت طيب وقرأ عليه الفاتحة عدد خمسة وسبعون مرة خمسة وسبعون مرة وذخر بالمستاكة والجاوي واللبان ضكى بخوره المستاكة والجاوي واللبان ضكى فإنك ترى الخادم خادم هذا الجذول يأتيك في الصحن تراه في الصحن فاسأله عما تريد وهذه آية الكشف فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 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 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقن هذه تكتب في ورقة وتضعها على جبهتك فإن الخادم يأتيك في الحين ويكلمك بجد وإخلاص ولا ولا يكذب عليك سأل وأن تكون وحدك مستقبل قبل على طهارة أقول وعلى الله حزن قبل إن دروسي مخصصة للأطقية للفقهة للشيوخ الأعزاء الأجلاء ولمن كان له قلب سليم وعقل سليم ولا حاجة لي بالمتنطعين وبالأوباش وبالجهاء الذين لا يعرفون كتابة باسمي أتحداهم لا يعرفون باسمي هذا الباء السين الميم لا يعرفون أسرارها ولا يعرفون كيف يكتبونها ولا يعرفون من أين أتت هاته الباء الطويلة لماذا تكتب الباء طويلة في باسمي دون الباءات أقول وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وتفضل وتكرم وترحم وتنعم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا معهم كذلك يا رب العالمين ومغفر لنا ولوالدينا ولما علمنا ولأساتدتنا وشيوخنا وكافة المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في بقاع الأرض أجمعي اللهم اغفر لنا ذنوبنا حفظنا وحفظ أبناءنا وبناتنا نساءنا شيوخنا شبابنا حفظنا من الآفات ومن البراكين ومن الفيضانات ومن الأمراض والزلازل يا ربنا توب علينا لا تعدبنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر